وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024 جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة حيث أضاف الرئيس السيسي أنه يجب الانتهاء من مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتة إحنا كلبنا أننا لا نستطيع أن نستطيع لغاية 24 طب دائما يحتاج مننا وإحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شوية عشان الظروف اللي انتوا شايفينها مش كده ولا ايه صح فقط فيعني أرجو أنك إيه يعني أنا أنت عارف حاقتك اللي بتعملها وأنا متأكد من كده لكن أنا يهمني أننا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده وشايفين تطوراته والأهدف بتاعته ايه لأننا حتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير وبالتالي دينا فرصة أن احنا نبقى متطمينين أنا ما أقدرشي أكون مطمئن لو تجوزت 23 بها في الرقم اللي انت حطه هنا في مستقبل مصر غير اللي في دوشكا وبنسوف والمينيا واللهون ترجمة نانسي قنقر